لا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسرق الفيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأنتكم إن الله عزيز حكيم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَهُ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَنْفَقْ تَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُ النَّحَدْ حَتَّى يَطُهُرُنَّ وَلَا تَقَرُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا نؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حبيب للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسه إن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم والمون فإن طلق ذا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق ذا فلا جناح عليهما أن يتراجعا فإن ظننا أن يقيما حدود الله وتلت حدود الله وتلت حدود الله أبين ذا لقوم أعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وعلموا أن يؤمنوا أن يتم تلك الأحكم بيلات مالكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا هو السعداء لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قد تقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تأزموا القدس النكاح حتى يذلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لن تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم هن من قبل أن تمسوهن وقل فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يغفون أو يغفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيئة لأزواجهم متاعا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم فإن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته دعلكم تحقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليذ ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال قالوا ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وقال الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المار قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اذكر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم بجالوت وجلوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قالوا وبرزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا أفرغ علنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله 126. إلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 127. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 128. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 129. ولو شاء الله مقتت للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 120. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 121. ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد 122. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 122. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاة 123. والكافرون هم عالمون 124. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 125. لا تأخذه سنة ولا نوم 125. لا تأخذه سنة ولا نوم 125. له ما في السماوات وما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرار في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فههت الذي كفر قال إبراه قال إبراه قال إبراه قال إبراه قال إبراه قال إبراه وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال لبست يوما أو بعض يوم قال قال لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من سبيل الله والله غني الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك يا أيها الذين ينفقوا ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله والأوم الآخر ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تواب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسروا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله والله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برضوة أصابها وابل يا مثل جنة برضوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لن يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأحناب تجري من تحت ذا الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب ذائع صار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيممه الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أعلموا أن الله غلي حميد أعلموا أن الله غلي حميد وإنك مقى أن يفكروا مزح سيطرح أخذيه الإله وأخذيه الإله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع المعليم 118. يؤتي الحكمة من يشاء 119. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 111. وما يذكر إلا أولو الألباب 112. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 113. وما للظالمين من أنصار 114. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 115. ويكفر عنكم من سيئاتكم 116. والله بما تعملون خبير 117. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 118. وما تنفقوا من خير 118. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 119. وما تنفقوا من خير 119. وفف إليكم وأنتم لا تظلمون 111. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 111. لا يستطيعون ضربا في الأرض 112. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 111. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 112. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 113. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 114. الذين ينفقوا من خير فإن الله به عليم 114. الذين ينفقون أنوالهم بالليل والنهار سرا 114. وعلا نية فلهم أجرهم 115. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 115. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع أحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبروا ما بقي من الرضاء إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو يسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بداين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق قسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ريولين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء فلأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجيه ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذماء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم فليس عليكم فليس عليكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرغان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشعر ويعذب من يشاء والله على كري شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Want to go back to포 اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبرك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وليهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِرْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَذَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَذَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَهُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في قضيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُلُمَاتٌ وَرَحْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِ وَاللَّهُ مُحِيقٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَاهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَهُ فِيهِ وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَذَذَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء مناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أي فتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رضدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الوالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بطوب أرضكم لبأض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواه الرحيم إنه هو التواه الرحيم فإن ما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وتكتم الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي أدمعت عليكم وأني فضلتكم على العالمين قَد تَقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَتُمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ بِالْبَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْ وَاكُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا دِخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَوْضُرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَاشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَا قَامٍ وَاحِذٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتَسْكَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ إِهْبِطُوا مِ الصَّافَ إِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرْبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَكْتَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّعْبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْأَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَلْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ أَخُذُوا مَا أَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ثم تغليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين فَجَعَلْنَا هَا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْبُرُكُمْ أَنْ تَلْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قال أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّئِ لَنَا مَا هِي قال إنه يقول إنها بقعة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قالوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقعة صفراء فاطع لهم ذات سر الناظرين قالوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّرِ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث أرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما أكادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بقضهم إلى بقض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله وإذا أقلوا ليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ثم يقولون ثم يقولون ثم يقولون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله بلى من كسب سيئة سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تقبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقرب واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم تظاهرون عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يعدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيضناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق الإمام عظم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنهم الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيد وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا حذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم قل إن كنتم صادقين والله عليم بالظالمين قل إن كنتم صادقين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإبريل وميكال فإن الله عدور للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَابَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَمُصَدِّقُ لِمَا مَعْذُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَا أَظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ الْنَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَوْتَ وَمَا أُوتُوا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ لو كانوا يَعْلَّمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَّا وَاسْمَعُوا وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَلِي الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما ننسخ من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيْرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ تَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَأْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست يبود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ مَا الشِّرِقُ وَالْمَوْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجِهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا خَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيرٌ وَلَا نَصِيرٌ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التهواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن بلة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يحقوب الموت إن قال لبنيه ما تحبدون من بعد قالوا نحبد إلهك قالوا نحبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نحبد إلهك وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نحبد إلهك لك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَانِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بينها أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ الْتَدَوَ إِنْ تَغَلَّهُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْلُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَكُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَعْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَلْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَوْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَقْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْتَبِعُ وَمَنْ قَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيَّ عَجِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّيْ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا هُدُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الْوَالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَذْنَاءَهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَذْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَالْكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ هُوَ لِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْفُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَكْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَرِ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّرِ بَيْتَ أَوِ اِحْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعلهم الله ويلعلهم اللعلون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اتْتَوَاهُ الرَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واغتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينصر إن في خلق السماوات والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف اللياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنون أشد حبا لله 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 من النار الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم منذكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لبه لغير الله فمن اضقر وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليك إن الله بوفو رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكرمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وفي الرقاب والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل أولا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفا بالأنفا فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم لعلكم تتقون 1- أياما محدودات فمن كان منكم مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام شهر رمضان 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 118. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم 119. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتووا ما كتب الله لكم 112. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 113. ثم أتموا الصيام إلى الليل 114. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 115. تلك حدود الله فلا تقرغوها 116. فذلك يبين الله آياته للناس 117. لعلهم يتقون 118. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 118. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 119. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 119. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 110. وقتوا البيوت من أبوابها 111. واتقوا الله لعلكم تفليحون 112. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 113. إن الله لا يحب المعتدين 114. وقتلوهم حيث ثقفتموهم 115. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 116. والفتنة أشد من القتل 117. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم 118. كذلك جزاء الكافرين 119. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 119. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 111. ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله 111. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 112. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 112. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 113. وأنفقوا في سبيل الله 114. ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة 114. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 115. وأتموا الحج والعمرة لله 116. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 115. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 116. فمن كان منكم مريضا أو به 117. ففي أذى من رأسه ففدئة من صيام أو صدقة أو نسك 117. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 118. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 119. تلك عشرة كاملة 119. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 110. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 111. الحج أشهر معلومات 111. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 112. وما تفعلوا من خير يألمه الله 113. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوني 114. وتقون يا أولي الألباب 115. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 115. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 116. وإن كنتم من قبله لمن الظالين 117. ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله 117. 118. إن الله غفور رحيم 118. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 119. أو أشد ذكرى 119. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا 111. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 112. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 111. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 112. والله سريع الحساب 113. والله سريع الحساب 114. واذكروا الله في أيام مقدودات 114. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخضر 114. فلا إثم عليه لمن اتقى 115. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 116. ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة 115. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 116. وإذا تولى سعى في الأرض 117. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 117. والله لا يحب الفساد 118. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 118. فحسبه جهنم ولبئس المهاد 119. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 119. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 119. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 110. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته رضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوما قيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين كان مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البهينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمن اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ثم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله غفور رحيم 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 ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم والله غفور رحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفور كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وإن الله لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 115. والله يعلم المفسد من المصلح 116. ولن شاء الله لأنتكم 117. إن الله عزيز حكيم 118. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 119. ولأمة مؤمنة خير من مشركة 111. وله أعجبتكم 112. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 113. ولعبد مؤمن خير من مشركة 114. وله أعجبكم 115. أولئك يدعون إلى النار 115. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 116. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 117. ويسألونك عن المحيض قل هو أنفق 118. وتزيل النساء في المحيض 119. ولا تقربوهن حتى يطهر 119. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 111. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 111. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم 112. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 113. وبشر المؤمنين 114. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 115. والله سميع عليم 116. لا نآخذكم الله بله في أيمانكم 117. ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم 118. والله ظفور حليم 119. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 119. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 110. والمطلقات يتربصن بأنفسه إن ثلاثة قروء 111. ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامه إن إن كن يؤمن بالله واليوم 111. وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 112. ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف 113. وللرجال عليهن درجة 114. والله عزيز حكيم 115. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف 115. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتين 116. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتين 117. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 117. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 118. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به 119. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 119. فإن طلق ذا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 110. فإن طلق ذا فلا جناح عليهما أن يتراجعا 111. فإن ظننا أن يقيما حدود الله 110. فإن ظننا أن يقيما حدود الله 111. وتلك حدود الله يبين ذلك قومين 112. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 113. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 114. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 115. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 116. ولا تتخذوا آيات الله هزوا 117. واذكروا نعمة الله عليكم 118. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 119. أعظكم به 110. واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم 111. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 112. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 113. إذا تراضوا بينهم بالمعروف 114. ذلك يوعظون 115. أعظوا به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 116. مالكم أزكى لكم وأطهر 117. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 117. والوالدات يرضعن أولادهن 118. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 119. لا تكلف نفس إن الله السعداء 119. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 110. وعلى الوارث مثل ذلك 111. فإن أرادا فصالا من تراض منهما وتشاور 111. فلا جناح عليهما 111. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 112. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 113. قد تقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 114. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 114. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما 115. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 116. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما 115. فعلنا في أنفسهن بالمعروف 116. والله بما تعملون خبير 117. ولا جناح عليكم فيما 118. عرضتم به من خطبة النساء 118. أو أكننتم في أنفسكم 119. علم الله أنكم ستذكرونهن 119. ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 111. ولا تعزموا القدس النكاح حتى يذلغ الكتاب أجله 112. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 111. واعلموا أن الله غفور حليم 112. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 113. حسنا 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 113. ومتعوهن على الموسعق قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقل فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض وقل فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيئة لأزواجهم فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن فإن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليذ ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال قال هل عسيتم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال قالوا أن لا تقاتلوا قالوا أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا قالوا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّهُ إِنَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَانُوا تَمَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَارِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وَبَقِيَّةٌ مِنْ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي أَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ لِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّذِكَ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ أَتْفِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله ذا يفعل ما يريد وفي رسولين من الظلائم ولو شاء الله وفهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بلع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم العالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراف في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الله يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فههت الذي كفر قال إبراه والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش ذاته قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 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 وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَوْوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنْهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَنْ يُصِبَهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَأْمَلُونَ بَصِيرٌ أَوَدُّ أَحْدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وأعلاف تجري من تحت ذا الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب ذا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسرتم ومما أخرجنا لهم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الشيطان يعدكم بالفعشاء والله واسع عليم الشيطان يأتي الحكمة من يشاء ومن يأتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنع ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون من خير وفق وما تنفقون من خير وفق وقف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم أجرهم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع أحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهاف له ما سلف وأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبروا ما فقي من الرضا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وإن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا وإذا تداينتم بداين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق قسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ريولين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء فلأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش غداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذماء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرغان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمامته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن تبدوا ما في أمنه وأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحمل لي وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفداء ألا إنهم هم السفداء ولكن لا يعلمون وإذا قيلوا أنفسهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم 119. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 111. الله يستهزئ بهم ويمدهم في قضيانهم يعمهون 112. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 113. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 114. وتركهم في ظلمات لا يبصرون 115. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 116. أو كصيب من السماء فيه غلمات ورحد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان 117. من الصواعق حذر الموت 118. والله محيط بالكافرين 118. يكاد البرق يخطف أبصاهم كلما أضاء لهم مشهوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 119. وله شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 119. إن الله على كل شيء قدير 111. يا أيها الناس 111. يا أيها الناس فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أي فتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسدون فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة وإسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رضدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الوالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواه الرحيم إنه هو التواه الرحيم فإن ما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل إنه هو التواهي لنكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي أنعملت عليكم وأني فضلتكم على العالمين قد تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدم ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فانفجرت منه اثنة عشرة عينا من قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاذعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وخومها وعدسها من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتسكبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذرة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يقتلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم قطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تغليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته قطور خذوا قطور خذوا 147 8- فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأبركم أن تنبعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقعة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقعة صفراء فاطع لهم ذات سر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي ними إنه يقول إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما أكادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلاب قضهم إلى قض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله أتحدثون 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 أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يحلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما مقدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يعدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأن يدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنهم الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيد وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق قبوا صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم قل إن كنتم صادقين فالله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله قلبوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإبريل وميكال فإن الله عدور للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون مصدقا للمؤمنين 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 لا يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست النصارى ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله مشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بلغوا ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له قن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قلوبهم الأمراك بالحركة للظامر ولئن اتبعت أهواءهم بعدا الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل الكرون نعمتي التي أنعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وليه من آخر من آمن منهم بالله وليه من آخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا كقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التهواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن بلة إبراهيم إلا من سفذ نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يحقوب الموت إن قال لبنيه ما تحبدون من بعد قالوا نحبد إلهك قالوا نحبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نحبد إلهك إلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد التدوا وإن تغلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراجيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة أنبغوا من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لا إلا لنقلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضي عجيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى ذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بغضهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يحرفونه كما يحرفون أغناءهم يعرفونه كما يحرفون أغناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وكل وجهة هو هو الليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويلوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجر البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعلهم الله ويلعلهم الليلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف ففف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واغتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف اللياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسماء وقال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا من النار إنه لكم عدو مبين إن ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنه لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم منذكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضقر وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكرمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك أولئك هم المتقون 119. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل 111. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى 112. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 113. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه 114. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 115. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 116. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 117. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون 118. إن الله سميع عليم 119. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينا 119. فمن خاف منهم فلا إثم عليه 110. إن الله غفور رحيم 111. إن الله غفور رحيم 111. إن الله غفور رحيم 111. إن الله غفور رحيم 112. إن الله غفور رحيم فمن كان منكم مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتووا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولاتباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرغوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتذين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدئة من صيام أو صدقة أو سك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر مقلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يألمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام مقدودات وإن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخذر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله أغف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته سوف إن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوما قيامة والله يرزق من يشاء بظير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمن اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ثم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كروه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجوا أجل منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزايون يقاتلونكم حتى يردوكم ومن يرتد منكم إن استطاعوا كيف يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم وخامر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وله شاء الله لأنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة وله أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولأبد مؤمن خير من مشرك وله أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أنفق تزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حبيب للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن الله غفور رحيم والمطلقات يتربصن بأنفسه إن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلق ذا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق ذا فلا جناح عليهما أن يتراجعا فإن ظننا أن يقيما حدود الله فإن ظننا أن يقيما حدود الله يبين ذا لقوم أعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بمعروف ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيظكم به وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترى ضو بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ما لكم أزكى لكم وأفهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا هو السعداء لا تبار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا من تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ومن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تأزموا القدة النكاح حتى يذلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقل فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يغفون أو يغفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أمنتم فرمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيئة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخرا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليذ ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال قالوا ألا تقاتلوا قالوا ألا تقاتلوا قالوا وما لنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم قالوا الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس منه أمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت أطفئة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله ذا يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ولكن من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم عالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الله يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أصحاب النار هم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فههت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش ذات قال أنا أحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعام وشرابك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك يا أيها الذين ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب يا أيها الذين ينفقوا بشكل كمثل صفواني وعلى شيء مما كسروا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برضوة أصابها وابل يا مثل جنة برضوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لن يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اشتركوا في القناة وأحنام تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب ذا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيممه الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذوتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنع ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عجيب للسلام عليم اللذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلا يتا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وَأَحَلَّ اللَّهُ رِبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَذَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَهُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا فَقِيَ مِنَ الرِّزَاءٍ كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُوْ يُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّتُ وَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَعِنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُونَ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيغًا أَوْ بَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاستَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَيُولَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذماء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُبَارُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِغَانٌ مَقُبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُمِنَ أَمَامَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُرِي شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحمل الله ربنا لا تحمل الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر 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 في قلوبهم مرضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألا نانسي قنقر 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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشهوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وله شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء مناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفذ نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يحقوب الموت إن قال لبنيه ما تحبدون من بعد قالوا نحبد إلهك قالوا نحبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نحن له موسلمون 116. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون 117. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا 118. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 119. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 119. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 110. قولوا آمنا بالله وإساق ويعقوب والأسباق 111. والأسباق وما أوتي موسى وعيسى 110. وما أوتي النبيون من ربهم 111. لا نفرق بين أحد منهم 112. ونحن له مسلمون 113. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 114. فإن كنتم به فقد التدوا 114. وإن تغلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله 115. وهو السميع العليم 115. صبغة الله ومن أحسن من الله 116. صبغة الله ومن أحسن من الله 117. صبغة الله ومن أحسن من الله 118. ونحن له عابدون 119. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم 119. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 111. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 111. ونحن له مخلصون 111. أم تقولون إن إبراغيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 112. والأسباط كانوا هودا أو نصارى 113. قل أأنتم أعلموا أم الله 114. ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله 115. ومن الله بغافل عما تعملون 116. تلك أمة قد خلت لها 117. ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 117. عما كانوا يعملون 118. سيقول السفهاء من الناس ما والله 118. قل لله المشرق والمورب 119. قل لله المشرق والمورب 119. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 119. ويكون الرسول عليكم شهيدا 111. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 111. وإن كانت لكذيرة 111. وإن كانت لكذيرة 111. وإن كانت ليصبحوا 113. وإن كانت لكذيرة 112. إن كانت لكذير 114. إن الله الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى ذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بغضهم بتابع قبلة بغض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يحرفونه كما يحرفون أغناءهم يعرفونه كما يحرفون أغناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وكل وجهة هو هو الليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويلوا وجوهكم شطره ومن حيث خرجت فولي أن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم وعليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعليكم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجر البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعلهم الله ويلعلهم اللعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض إنها يقول لنا إنها يقول لنا إنك فالاقم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسماب وقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم من بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضقر وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله وفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إن الله وفي ذلك وفي ذلك وفي ذلك أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وفي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفا بالأنفا بالأنفا السابق بحر والعبط والتجهي لذين بحر وحر 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 119. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 111. لعلكم تتقون 112. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين 113. والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 114. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 115. إن الله سميع عليم 116. فمن خاف من موص جنفا أو إثما 117. فأصلح بينهم فلا إثم عليه 118. إن الله غفور رحيم 118. يا أيها الذين آمنوا 119. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 119. لعلكم تتقون 111. أياما مقدودات 111. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 112. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له 111. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 112. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقات 113. فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 114. فمن أخر 114. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولا لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرغوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفليحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدئة من صيام أو صدقة أو سك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات حج أشهر معلومات الحج أشهر معكم وما تفعلوا من خير 111. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب 112. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 113. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 114. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 115. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله 116. إن الله غفور رحيم 117. فإذا قضيتم مناسككم 118. فانكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى 119. فمن الناس من يقول ربنا 111. لا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 111. ومنهم من يقول ربنا 112. لا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 112. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 113. والله سريع الحساب 114. والقرر 114. الله في أيام مقدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخذ 115. فلا إثم عليه لمن اتقى 116. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 117. ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا 118. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار 119. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي 119. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي 111. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 112. فحسبه جهنم ولبئس المهاد 113. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 114. وحسب الى الأشماء 114. وأن الله أعفل بالعباد 114. وآله أعفل بالعباد 116. وإذن نفسه أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتْتَقَوْوا فَلْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِظَيْرِ حِسَابِ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْوا مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَذُلْزِلُوا وَذُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى مَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل الإلم منه أكبر عند الله 119. والفتنة أكبر من القتل 110. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 111. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 112. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 113. وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 114. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 115. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 115. وأولئك يرجون رحمة الله 116. والله غفور وحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة وله أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأبد مؤمن خير من مشرك وله أعجبكم أولئك يدعون إلى النار شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة